أقل رئيس المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة قصيرة للإطمئنة على الوضع الصحي للزميل رضا جودي المتواجد بمستشفى سان جوزيف لتلقي العلاج بعد تعقد وضعيتها الصحية وأكد رئيس المدير العام لمجمع النهار في مقابلة مع مراسلتنا بباريس أن زيارة الزميل والوقوف معه واجب أخلاقي ومبدئي كما هو الحال مع جميع الزملائي في المجمع أولا جيت زيارة لأخ رضا جودي زميلنا اللي يرى هي عالج اللي هنا في مستشفى سان جوزيف فأولا هذه لعيد المريض وثانيا رأى أخهم معنا في مستنهار فواجبنا أن ندافع لكل زملاء في مستنهار مدام راني على رأس مستنهار ندافع لهم لما نروح من مستنهار بسبب أو آخر هذه قضية أخرى لكن الآن مدام موجود سواء داخل الجزائر أو خارج الجزائر ندافع لكل زملاء اللي في النهار هذا الأمر مبدعي فجيت من المدة 24 ساعة باش نزور الأخ رضا وكما يقول لك نوقفوا عليه وإن شاء الله يتماثل للشفاء ويرجع إن شاء الله قريبا إن شاء الله للجزائر ويزيد يطلع علينا إن شاء الله في نشارة الإخبارية من جديد فهذا التزامنا وهذا عهد